لم تكن الأوضاع الإنسانية في السودان قبل أسبوعين في أحسن أحوالها ولم يكن ينقصها صراع جديد كي تتدهور إلى هذا المستوى نحو 16 مليون سوداني باتوا في حاجة عاجلة إلى الدعم الإنساني بمختلف أشكاله بعد اندلاع الاشتباكات تقول الأمم المتحدة أكد مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أن هناك نقصا حادا في الماء والغذاء وكل ذلك نتيجة الاشتباكات وأن أسعار السلع الأساسية ترتفع بسرعة كبيرة كما أشار المكتب الدولي أيضا إلى أن أسعار المياه المعبئة تضاعفت وأن السيولة أصبحت شحيحة ويصعب الوصول إليها طبيا حذرت منظمة أطباء بلا حدود من نقص الأدوية والإمدادات الطبية وقالت إن المخزون ينفذ بسرعة جنبا إلى جنب مع مخزونها من الوقود كما باتت غالبية المستشفيات عاجزة عن توفير العلاج وخرج عشرات منها عن الخدمة كليا فيما تواجه تلك التي لا تزال عاملة تواجه انقطاعا في الطيار الكهربائي ونقصا حادا في المستلزمات الطبية والوقود توقعت المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يفر مئات الألاف من السودانيين إلى البلدان المجاورة أثناء الهدنة الحالية وفي السياق علقت بعض المنظمات الإغاثية عملها في الخرطوم بسبب الاشتباكات فيما تضررت أعمال أخرى واضطرت بعض المنظمات إلى نقل مقارها من العاصمة إلى المناطق المجاورة أمام هذا الواقع حذرت الأمم المتحدة من أن الصراع على السلطة في السودان يضع مستقبل البلاد في خطر وقد يسبب معاناة تستمر أعواما وانتكاسة للتنمية تستمر عقودا